هذا وتعد الجزائر ثاني أكبر مورد الغاز لإيطاليا حيث يضخ خط أنبيب ترانسمات للغاز الجزائري إلى السواحل الإيطالية بمعدل ستين مليون متر مكعب يوميا مرتفعا بنسبة ستة وسبعين في المائة لسنة الماضية ليصل إلى واحد وعشرين فاصلة اثنين مليار متر مكعب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة